سيدي الرئيس، فخامة الرئيس السيسي، صديقي العزيز، أود أن أشكر معاليك على حسن الضيافة الذي أظهرتمه لنا لأننا فعلا نستشعر وكأن مصر والقاهرة هي وطننا الثاني أود أن أتوجه بالشكر لفخامتك على الجهود المغذولة من زياراتكم في عام 2022 وقد وقعنا اليوم عدة اتفاقيات في غاية الأهمية وقصة اتفاقيات التجارة الحرة بين الدولتين لقد وقعنا على كتير من الاتفاقيات الأخرى لا تدعو إلى السلم بل تدعو إلى العكس منه ومن ثم فقد تطرقنا كما ذكرت فخامتكم إلى الكثير من القضايا الدولية ومن ثم وضوع الأزمة الأوكرانية والعديد من المسال الأخرى التي نتشارك الرؤى فيها ونتشارك العراء تناقشنا أيضا في الكثير من الأمور اللاجئوسياسية الأخرى وسبل التعاون في المجالات الفنية والزراعية والعسكرية وغيرها سوف يكون لدينا تدريبات مشتركة بين أقوات المسلحة للدولتين والقوات الخاصة في الدولتين أيضا أعتقد أننا سوف يكون لدينا كثير من زيارات المستثمرين من السربي إلى مصر ونرحب بالطبع بالمستثمرين المصريين في سربيا وبالطبع كل ذلك سعددوا اتفاقيات التعاون التي وقعناها اليوم والتي سوف تأتي بالكثير من الخيرات للشعبين وبالطبع كل ذلك يهم بلدينا وبالنسبة للعلاقات السياسية بين الدولتين فإننا في حالة تشاور مستمرة ونلتقي في المنتجات الدولية ونتفق على أننا لدينا كثير من مصالح المشترك أمرة أخرى أود أن أشكركم على حسن الضيافة وفي الليلة الماضية تناقشت مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن كثير من المسائل ذات الاهتمام المشترك أيضاً غداً سوف ألتقي بالكثير من الوزراء في جامعة الدول العربية ولكنني الآن أود أن أخبر فخامتكم بشيء ما أنا في الواقع معجب للغاية بطريقة التي تدير فخامتكم بها البلاد في ظل المناخ المحيط بكم يوجد لديكم النزاع في السودان والأوضاع في ليبيا ويوجد لدينا بالطبع المشاكل في قناة السويس مع وجود الفورتيين وتوجد لدينا الأزمة في غزة ولديكم حوالي 9 مليون لاجئ في مصر وبالطبع أنتم بالرغم من كل ذلك تستمرون في البناء واستمرتم في بناء عاصمة جديدة واستمرتم في التنمية في الساحل الشمالي لمصر وعلى ضفاف البحر الأحمر أيضاً وأنا أود أن أهنئ فخامتكم على ذلك الأمر وأنا قد حالفني الحظ حقاً لأتعلم الكثير من فخامتكم ورأيت الكثير من الأمور من منظور مختلف وأود أن أشكركم مرة أخرى على كرم الضياف ودائماً تأكدوا أنكم لديكم صديق ممثل في جمهورية سربيا نحن نرحب بزياراتكم على المستوى الرئيسي أو الوزاري لدينا وأعتقد أن أود أن تقبل فخامتكم دعوتي لزيارة سربيا مرة أخرى لتحية الصداقة بين الدولتين شكراً